مرحباً شكراً مرحباً تأطلالاً خلاباً على الطبيعة وعلى البحر خليك معايا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة حراسة امنية وبوابة الكترونية من الخارج والعب الطفال وايضا عندنا مساحات خضراء عرضنا اليوم شقة عبارة عن 4 غرف صالة بمساحة 210 متر مربع في الطابق 12 راح نتوجه الان لباقي تفاصيل الشقة خلوكم معانا هذا المدخل الشقة عندنا جيما نشايفين عندنا المدخل واسع ما شاء الله تبارك الله على اليمين هنا عندي الانترفون وايضا عندي عداد الكارب الانترفون هذا طبعا الجهاز اللي يربط بين الشقة والمدخل الخارجي للعمارة وعلى اليسار هنا على طول زي ما نشايفين عندنا مساحة هذا المكان اللي نستغل فيها ونحط فيها دولاب الملابس والأحذية والعبايات أكرمكم الله طبعا عندنا تكشيم الغرف على اليمين وتكشيم المطبخ والصالة على اليسار فتعالوا معنا الان نتوجه الى الصالة زي ما نشايفين عندنا صالة مساحتها ممتازة جدا وايضا تمديدات المكيف واصلة فيها وايضا ما نمسى ان المجمع هذا واصل فيه الغاز الطبيعي طبعا الغاز الطبيعي واصل في كاشستو جديد والمجمع هذا واصل فيها الغاز الطبيعي طبعا زي ما ذكرت عندنا مساحة كبيرة وواسعة وايضا اطلالة الصالة على المجمع على داخل المجمع وايضا على البحر والطبيعة وعندنا هنا بلكونة مشتركة ما بين المطبخ والصالة تعالوا معنا نشوف البلكونة هذه البلكونة زي ما نشايفين مساحتها جدا كبيرة يعني المساحة ممتازة جدا فنقدر نستغلها بجام لو نحط عليها جام الشرائح هذه تقدر مستغلة كأنها غرفة خارجية وايضا زي ما نشايفين عندنا مساحة ثانية هنا المنطقة هذه ممكن نقدر نستغل لها ننشغ فيها غسيل المنطقة هذه صغيرة ممكن نقدر نحط فيها المنشرة والأمور هذه ونستغلها والمنطقة هذه نقدر نحط فيها جلسات وايضا نقدر نحط فيها جلسة على شكل ال يعني المنطقة هذه اللي قدر نستغل له وما ننسى الإطلال الخلابة هذه شوفوا معي الإطلال الجميلة ما شاء الله تبارك الله طبعا المنطقة هذه جدا زي ما نشايفين ما في إلا صوت العصافير عندنا على اليمين إطلالة الطبيعة وأيضا على اليسار إطلالة البحر طبعا البلكونة مشتركة زي ما ذكرت ما بين الصالة والمطبخ تعالوا معنا الآن نتوجه إلى المطبخ هذا المطبخ عندنا زي ما نشايفين أيضا مساحتها ممتازة زي ما ذكرت الشقة مساحتها 210 متر مربع يعني مساحتها ممتازة وكبيرة جدا الدوليب والأمور هذه كلها راكبة عندي وجاهزة زي ما نشايفين جودتها أيضا ممتازة عندي هنا مكان خاص بالثلاجة وأيضا عندنا هنا مكان خاص بغسالة الصحون والفرن والمتقاز كلها جاهزة إن شاء الله نجيب الأغراض ونركبها وأيضا أرضية المطبخ عندنا سيراميك الممرات والغرف عندنا باركي والمطبخ سيراميك رجعنا إلى المدخل الآن زي ما نشايفين خلصنا من الصالة والمطبخ بتوجه الآن لتكسيم الغرف هذا المدخل عندي هنا على طول في المقابل عندي الغرفة الأولى شوفوا معايا الغرفة ما شاء الله غرفة جميلة وأيضا مساحتها ممتازة يعني نقدر نحط فيها سريرين ودولاب بالراحة جدا وأيضا ما ننسى الإطلالة الجميلة هذه هذه الإطلالة طبعا زي ما ذكرت في بداية الفيديو يعني ما راح تتقفل علينا أبدا وأيضا واصلة عندنا الغاز الطبيعي لو تشوفوا معايا عندنا هنا ألوان الأبواب وبراويز الشبابي كلها خشبية متناسقة مع الباركة وأيضا مع الأبواب والديكورات فجميلة جدا وهنا على اليمين عندي دورة المياه الأولى بالنظام كله زيت زي ما نشايفين مساحتها مقبولة وأيضا بعدها على طول عندي الغرفة الثانية الغرفة هذه اللي ميزة أنه لها بلكونة خاصة لها شوفوا معايا لها بلكونة خاصة وإطلالة جميلة جدا على الطبيعة والبحر وبكذا خلصنا من الغرفة الثانية نتوجه لباقي تكسيم الغرف طبعا هذا السيب عندنا زي ما نشايفين تكسيم الغرف على يسار دورة المياه عزكم الله على اليمين بعد الغرفة الثانية يجع عندنا دورة المياه الرئيسية اللي تخدم الشقة بالنظام كله زيت وأيضا فيها مروش وجاكوزي زي ما نشايفين وساحة ممتازة جدا وعلى يسار الغرفة الثالثة برضو زي ما نشايفين ساحة متقبلة أصغر من الغرفة الثانية وأيضا إطلالة على الطبيعة والبحر الشيء اللي ميزة للسقة هذه أنه جميع الشقة والشقة بالكامل مطلة على الطبيعة والبحر وما في أين شيء يقفل الإطلالة علينا تعالوا نتوجه الآن للغرفة الماستر شايفين المساعة الكبيرة هذه ما شاء الله تبارك الله مساحتها ممتازة جدا وأيضا تمديدات المكيف واصل فيها وعندنا هنا الدفاية واصل فيها وأيضا الإطلالة الجميلة زي ما ذكرت في كل الشقة وأيضا في الغرفة هذه عندنا هنا غرفة تبديل ملابس خاصة فيها دريسنج روم ممكن نقدر نستغل لها بباب خشبي صغير أو ممكن نقدر نركب ستارة بشكل جميل ونستغل لمنطقة تكون مقفلة ونفصل دواليب على الجدران حيث نقدر نرتب الملابس وعندنا هنا دورة مياه خاصة فيها بالنظام كنوزي وأيضا فيها مروش ومساحة الحمام كبيرة جدا وبكذا خلصنا من شرحة الشقة أتمنى أن نقدر تفيدكم وتمنى أن نفيد نال على أعجابكم من مزيد من التفاصيل تلقونا أسفل في صندوق الوصف اشتركوا في القناة